نظم مجلس القبائل والعائلات المصرية احتفالية بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء احتفالا باليوبيل الزهبي للذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وذلك ضمن مبادرة وطن واحد التي أطلقها مجلس القبائل والعائلات المصرية وأحيى الحفلة الذي شهدته مدينة العريش في محافظة شمال سيناء كل من رامي صبري وهيدي موسى بالإضافة إلى مشاركة كرال روح الشرق ويأتي ذلك استمرارا لتفعيل الدور المجتمعي ومشاركة أبناء الوطن لكافة المناسبات وضمن مبادرة وطن واحد التي أطلقها مجلس القبائل والعائلات المصرية بمحافظة شمال وجنوب سيناء وأسوان وتتضمن فعاليات المبادرة تقديم احتفالية فنية كبرى بتلك المحافظات بمشاركة عدد من ألمع نجوم الغناء والطرب احتفالا بتلك الذكرى الوطنية الغالية ترجمة نانسي قنقر